اشتركوا في القناة اذن الله النهاردة هنتكلم عن المفاجأة المنتظرة وهي المسابقة اللي بتقدمها قناة من كل الوان لكل متابعيها الكرام طيب النسبة للمسابقة دي المسابقة دي هي هتكون للمساعدة في التقديم على منح الصين مضمونة روبول طبعا انتم عارفين مؤخرا في خلال الشهور السابقة احنا عرضنا خدمة جديدة وهي ان احنا بتضمن منح دراسية في دولة الصين من لسبة مية في المية بالتعاون مع جامعات كثيرة جدا وضحنا ان الرسوم الخاصة بالمنحة دي من 1000 دولار حتى 2500 دولار ولكن ان شاء الله بالنسبة لهذه المسابقة فاحنا نحاود نساعد الكثير ان شاء الله نقدم لهم منح بتخفيضات منح مجانية ان شاء الله باذن الله نساعد الكثير من الطلاب والاشخاص طيب حابت بس اوضح اجا بالنسبة للناس اللي ما تعرفش خدمة الصين مضمونة الوغول اللي احنا بنوفرها ممكن يعني تطلع على الفيديو اللي هيظهر لكم في اعلى الشاشة دلوقتي وتعرف كل التفاصيل عن هذه الخدمة المميزة اللي احنا بنقدمها وبرضو هتلاقوا على قناتنا هنا فيديو لقراء الناس اللي بالفعل قدمت من خلالنا الفيديو دي نشرناه من اكتر من 3 اسابيع الناس بالفعل حصلت على خطابات القبول في منح الصين مضمونة القبول تمام كده طيب بالنسبة للمسابقة اللي عملها قناة منح من كل الوان المسابقة دي هتكون لجميع المتابعين المسابقة دي شروطها سهلة جدا وبسيطة وهي ان هيكون الترتيب بتاع المسابقة او الجوائز بتاع المسابقة منقسمة لتلات فئات الفئة الاولى هيتم اختيار بعض الاشخاص للتقديم لهم مجانا وانهم يحصلوا على منح مضمونة القبول في الصين بشكل مجاني 100% وفي الفئة التانية اللي هي رسوم مخفضة 75% والفئة التالتة اللي هي رسوم مخفضة بنسبة 50% هناخد من الفئة الاولى الناس اللي هتقدم على المسابقة للحصول على منح بشكل مجاني هناخد منهم خمس اشخاص فقط والناس اللي هي هتقدم على التخفيض الـ 75% هناخد منهم طبعا عشر اشخاص والناس اللي هتقدم على يعني الرسوم المخفضة 50% هناخد منهم 15 شخص تمام كده طيب بالنسبة لشروط المسابقة دي بالنسبة للناس اللي هي حابة تقدم على المسابقة للحصول على المنح بشكل مجاني 100% الشروط سهلة وبسيطة جدا وهو ان لازم كل متابع مهتم بالمسابقة دي او مهتم بالحصول على خدمة الصين اللي هو يجلب 30 شخص زيه مهتمين بالمنح والفرص والدراسة في الخارج تمام كده يعني انت هتشارك القناة مع 30 شخص تمام 30 شخص دول لازم كل واحد فيه ومشترك في القناة ولو ثبت ان 30 شخص دول جو من خلالك بالفعل فانت كده مؤهل لمرحلة او الفئة الخاصة بالحصول على المنحة بنسبة 100% مجانا وبالنسبة للناس اللي يعني الفئة بتاعتهم 75% من الرسوم الدراسية مخفضة للمنحة دي مطلوب منهم يجلبوا 20 شخص وبالنسبة للناس اللي هيقدموا على المسابقة دي لنسبة 50% من الرسوم المنحة هيكون مطلوب منهم يجلبوا 10 اشخاص فقط تمام كده وطبعا احنا هنيجي هنراجع ان شاء الله بازن الله كل المتقدمين وهنشوف الناس المستوفية الشروط وهنحاول نختار آآ منهم تمام وان شاء الله يتم اعلان النتيجة طيب خلينا دلوقتي نروح لازاي ممكن انت تشترك في المسابقة دي وهنتعرف على تفاصيل اكتر من خلال الاشتراك في المسابقة اولا تحت الفيديو ده هتلاقي فيه استمارة خاصة بالمسابقة تمام دي الاستمارة الخاصة بالمسابقة وهي مسابقة قناة منح من كل الوان للحصول على منحة دراسية مضمونة القبول في الصين المسابقة دي هتبدأ من تاريخ 17 ابريل ليوم حتى تاريخ 5 مايو 2021 وهيتم اعلان المقبولين والتواصل معهم بتاريخ 25 مايو 2021 تمام ده في البداية فيديو توضيحي للناس اللي بالفعل حصلت على المنحة دي وهنا دي زي ما احنا وضحنا ان فئات المسابقة هي يعني هتحصل على رسوم الدراسية 100% يعني هتحصل على رسوم المنحة 100% او تخفيض 50% او 75% مع كمان مميزات المنحة اللي انت ممكن تحصل عليها اللي هي الدراسة مجانا والسكن والراتب الشهري بيكونوا بشمونين في المنحة تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا شروط المسابقة الناس اللي هتقدم على اساس الفئة اللي هي الدراسة يعني رسوم المنحة مجانا لازم يجيبه 30 شخص الاشتراك في القناة تمام؟ و 75% 20 شخص و 50% 10 اشخاص ويجب كل شخص من دول يشترك في القناة اللي هو يعمل لك سكرين شوت تمام؟ يوضح فيه ان هو بالفعل اشترك في القناة يعني ايه؟ يعني مسلا هو لما هيشترك في القناة المفروض القناة هتظهر عنده كده قناة منح من كل الان هو هتظهر عنده سبسكرايبر تمام؟ اللي هي تم الاشتراك بالفعل او مشترك تمام كده؟ اه ومع تفعيل زر الجرس فهو يخد لك سكرين شوت تمام؟ السكرين شوت دي بيكون موضح فيه ان هو بالفعل اشترك في القناة تمام؟ وبيبعتها لك وهكذا كل شخص من الاشخاص اللي انت المفروض تحضرهم على حسب الفئة اللي انت عايز تقدم لها يبعت لك كل هذه السكرين شوت يعني كل واحد يبعت لك السكرين شوت الخاصة به وانت مطلوب منك تثبت ده في الاستمارة دي زي ما هنشوف بعد شوية تمام كده؟ وبتحط اسمك هنا تمام؟ وبتحط رقم الواتس الخاص بيك والنوع التمويل هل انت هتاخد يعني عايز تقدم على الفئة اللي هي التمويل كامل مجاني اللي هو مطلوب منك تلاتين شخص او تخفيض خمسة وسبعين في المية او تخفيض خمسين في المية تمام؟ وعدد المنح المتاح اقلنا تلاتين في المية وتقسمه كالتالي زي ما وضحنا وهنا يجب انك ترفق السكرين شوت لكل مشترك يعني انت مثلا هتجيب عشرين شخص يبقى لعشرين شخص دول لازم يبعتولك كلهم السكرين شوت تمام؟ وتجمعهم في ملف واحد وترفيقه هنا عشان احنا هنراجع ان شاء الله ونشوف كل المشتركين اللي جون من خلالك تمام؟ ونبدأ نقيم الطلبات على هذا الاساس كمان في حالة عدم اتباع شروط المسابقة واكتشاف ان احد المشتركين اللي جاءوا عن طريقة اشخاص غير حقيقيين بيتم استبعاد الطلب وبعد اعلان المقبولين هيتم التواصل معهم عبر الواطس عشان ان احنا ناخد منهم الاوراق ونبدأ لهم في عملية التقديم حتى حصولهم على خطاب القبول في المنحة وان شاء الله بإذن الله يبدأوا الدراسة في الصين تمام كده؟ فدي شروط استمارة المسابقة وزي ما احنا قلنا ما تنسوش المسابقة دي بتخلص خمسة مايو ألفين وواحد وعشرين والنتيجة بيتم اعلانة خمسة وعشرين مايو ألفين وواحد وعشرين بوجه رسالة لكل الناس المهتمة دي حاجة ممتازة جدا بتقدمها القناة فرصة لمساعدة جميع الطلاب الغير القادرين على دفع الرسوم اشترك في المسابقة ممكن تكون احد الفائزين وتطلع تدرس في الصين مجانا بمنحة فيها الرسوم الدراسية كاملة فيها السكن فيها راتب شهري وكمان احنا بنقدم يعني عدد كويس جدا هنقدم تلاتين منحة مش منحة واحدة ولا اتنين لا تلاتين منحة فدي حاجة ممتازة جدا فلو حابين تقدموا في المسابقة كل حاجة واضحة وطبعا انا منتظر ان شاء الله استفساراتكم في التعليقات اذا عندكم اي استفسارات على المسابقة واي شيء واي اسئلة طبعا مرحبا بيكم وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته